رفعت الراية البيضاء استعدادا للانطلاق فتحت البوابات وانطلقت الافراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح في شوطن الثاني على مسافة الالف وستمائة متر وكما تشاهدون الان الانطلاق السريع لسبعة عشر بان الامل وكذلك لعشرة شيوبة في هذا الشوت في انطلاق سريع في بداية هذا الشوت ولا زال التصدر والمركز الاول لبان الامل في هذه اللحظات مع محاولات من الداخل وشاهدها على ما يبدو لسحابة السماوي في هذه اللحظات والانطلاق السريع للافراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح في شوطن الثاني على جائزة خليفة بن عبد الرحمن بن بديع رحمه الله من اهالي الدرعية وكما تشاهدون الان انقضاظ على الصدارة لبان الامل مع محاولات من الداخل لسحابة السماوي في محاولة ايضا للظفر في المركز الاول وصادرة تأتي الان في المركز الثاني والثالث في هذه اللحظة مع محاولات تشاهدها ايضا كما نشاهد جميعا لمحبوبة اعام الان في الدخول الى المركز الثالث في هذه اللحظات المنعطة في الاخير بداية الخط المستقيم الافراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح تنطلق بكل قوة الى خط النهاية واشاهد الان صادرة من الخارج تأتي في هذه اللحظات مع محاولات مستميتة لمحبوبة ويام ايضا لخط في المركز الاول صادرة المرشح الاقوى للفوز في هذا الشوط مع ايضا محبوبة ويام من الداخل وصادرة تتقدم الى المركز الاول والاسطبل الابيض يضرب بقوة ايضا في الشوط الثاني ما شاء الله تبارك الله مع صادرة لابناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ابنة النجم الثاقب مع محمد اجهام للمرة الثانية وللشوط الثاني ايضا ارسل